سفينة الصيد أستر تحمل العلم المغربي غارقت بعد على بعد 164 عقدة بحرية من جنوب جزيرة كاناري الكبرى وجرت العملية بالتعاون مع سفينة الصيد ميرسال 6 كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث وتتجه حاليا إلى ميناء الداخل حاملة معها أفراد الطاقم الناجي من هذه العملية التي استخدمت فيها طائرة مروحية وعطفاً